اهلا بيكون في كورس منفاكشورين تكنولوجي ده سكشن ثلاثة ناخد بعض الاسئلة النظري على شيت الفورمينج نبتدي بأول سؤال البلك دي فورميشن هو ان احنا بنعمل ماسيف دي فورميشن للورك بيس انما الشيت متل بيكون عبارة عن شيت وبنقطع فيه فبيبقى مش ماسيف دي فورميشن ولا حاجة في البلك دي فورميشن بيكون لو اريا تو فوليوم رايشو وفي الشيت متل بيكون هاي اريا تو فوليوم رايشو لان الشيت بيأخذ نساحة اكبر بكتير من حجمه لذلك الاجابة هي سؤال بعد كده ليه انا دايما بستخدم كلمة برس في الشيت متل لان انا طبعا باضغط بالمكبس اللي هو اسمه برس بتتعمل معظمها على المكبس سؤال الثالث كيف تختار بين ديب دروين و بار دروين الدروين اللي هو السحب ففي فرق بين الديب دروين والبار دروين الديب دروين is a sheet metal forming process اللي هو السحب اللي انا اعمل cup shape من الشيت used to fabricate cup shaped parts البار دروين بقى هو عملية bulk deformation is a bulk deformation process used to reduce the diameter of cylindrical work part بغير الديامتر بتاع البار عشان استواني فبعمله سحب عشان يبقى قطره اصغر السؤال بعد كده indicate the mathematical equation for the flow curve اللي هو قانون الفلو بيتعرف ان yf بيساوي k e power n where k هو strength coefficient e هو true strain where n هو strain hardening coefficient السؤال الخامس list some of the products produced on a rolling mill بعض المنتجات اللي بتنتج على الرولينج هيكون مثلا زي flat sheet و plate stock لو انا بعمل رولرز مسطحين هيكون بيطلعلي sheet مسطح او round bar لو انا بعمل bar drawing طبعا ممكن لو الدرافيل ما هياش مسطحة يعني الدرافيل واخد شكل فهيممكن يديني الريلز اللي هي القطبان وي ال structure shapes زي ال eye beams وي ال channels السؤال بعد كده what is draft in rolling operation اللي هو الدرافت الدرافت هو الفرق ما بين ال inlet thickness with outlet thickness drafted the difference between the starting thickness and the final thickness as the work piece passes between the two opposing rollers او rollers ناخد بعض المسيق اول سؤال which of the following is the typical of the starting work geometry and sheet metal process high volume to area ratio او low volume to area ratio ال sheet metal بيبقى طبعا في high area to volume ratio طب هنا هو معكوسة يبقى نقول low volume to area ratio يبقى اللي اجابة بيه السؤال الثاني the flow curve expresses the behavior of the metal in which of the following regions of the stress strain curve the flow curve اكيد بيكلم على plastic zone يبقى اللي اجابة هتكون بيه السؤال الثالث the starting work piece in steel hot trolling of plates and sheet stock is which of the following one based answer اختار اجابة واحدة الافضل وهنا بيسأل في ال hot rolling ال hot rolling هو ان انا بعمل rolling عادي انما يكون الشيت متسخن فده بيقللي الفورس اللي الدرفيل هيأثر بيها على البليت فبيكون افضل اول اختيار bar stock ثاني اختيار billet c bloom d slab or wire stock الاسم بتاع ال work piece اللي هو الداخل اللي داخل الرولرز اسمه slab عشان نكون عارفين ابجديات يعني ال operation اسمها slab شريحة يعني بيتقال عليها slab بيبقى الاجابة دي سؤال الرابع which of the following are alternative names for indirect extrusion في حاجة اسمي تاني لل indirect extrusion وفيه ايجابتين صحة يعني تختارهم اول حاجة backward extrusion direct extrusion forward extrusion impact extrusion او reverse extrusion ال indirect extrusion بيتسمى برضو backward extrusion و reverse extrusion يبقى A و E اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة